كدى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي العربي من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضمان أن تحاسب إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها وفي الكلمة التي ألقاه نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام سكي أمام دورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندبين الدائمين شدد أبو الغيط على أهمية النضال في كل الساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناصي أفق سياسي لفلسطين المستقلة بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابل للإستمرار وأن الاحتلال لا يمكن أن يكون سلميا أو حضريا وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها قدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها شكرا